هذا سباق انتخابي محموم بين ترامب وبايدن نحو البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري هذا العام في ظروف استثنائية بسبب تفشي جائحة كورونا وبإجراءات استثنائية جعلت التصويت في أغلبه عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة وقد تؤخر إعلان النتائج التشكيك في نزاهة الانتخابات بدأ يطفو على السطح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم الحزب الديمقراطي بالتلاعب بفرز الأصوات لصالحهم مشككاً بنتائج الانتخابات الأولية وأن الأصوات التي كانت لصالحه بدأت تختفي بشكل عجيب على حد وصفه من جانبه دع المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي بايدن أنصاره إلى التحلي بالصبر في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية لكنه قال إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز برئاسة في حين نفى ترامب أن يكون خسر السباق وقدم معلومات مغايرة وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية قد يستغرق أياماً أو أسابيع أو حتى شهور من جانب آخر كشفت مصادر صحفية أمريكية أن البيت الأبيض يخطط لإنشاء سياج أمني حوله تحسباً من أعمال عنف عقب الانتخابات لا سيما أن الكثير من الولايات الأمريكية شهدت احتجاجات بسبب استمرار الغموض وعدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الدول العربية تترقب وتنتظر بتوجس من سيسكن البيت الأبيض وكيف سيتم التعامل مع الفائز وما هي المتغيرات وكيف ستخرج كل دولة بأقل الخسائر لكن ثمت حقيقة مرة تعيشها الدول العربية في كل انتخابات أمريكية هي أن عليها التعايش مع الإدارة الجديدة بكل ما تفرضه من قوانين وسياسات تخدم المصالح الأمريكية المنطقة